اشتركوا في القناة ازنا الله النهاردة هنتكلم عن فرصة ممتازة جدا بس قبل ما اتكلم عن الفرصة دي احب اوضح لقناتنا قناة منح من كل الوان بتوفر فرص منح بشكل مستمر وكمان ده الخاص بنا هتلاقي عليه ايضا منح كتيرة جدا فاريت اتصفحوا القناة عشان اا يعني تجدوا احنس المنح الدراسية كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس صوير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة الفرصة بتاعت النهاردة هي عبارة عن تدريب مدفوع الاجر في دولة فرنسا تمام كده طيب زي ما احنا قلنا الدولة هي فرنسا تمام كده هيكون في مدينة باريس وبالنسبة للجهة المنحة اللي مقدمة هذه الفرصة هي مؤسسة اسمها او اي سي دي تمام ودي مؤسسة خاصة بالتدريب وان هي تطوير الشباب وتطوير يعني الاشخاص من المجتمعات المختلفة اه وبيتم يعطاء يعني تدريب في مجالات متعددة زي ما احنا هنشوف بعد شوية من خلال هذه المؤسسة بحيس انها تنمي مهارات الاشخاص في المجالات اللي بتقدمها هذه المؤسسة طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على الفرصة دي بكل سهولة بالنسبة بالمحل الدراسية لموجهة ليه؟ المنحة دي المنحة دي موجهة لدرجة البكاديريوس والماجستير والدكتوريه يعني هي موجهة للجميع سواء انت بكاديريوس ماجستير دكتوريه بيقدر تقدم على الفرصة دي بكل سهول. طيب بالنسبة لشرح التدريب التدريب ده فيه مجالات عديدة جدا. تمام? يعني انت زي ما احنا قلنا ان انت هتاخد التدريب في مجالات عديدة جدا. بتشوف احد هذه المجالات اللي انت مهتامي بيها وبتقدم عليها وبتاخد تدريب في هذا المجال وتنمي مهاراتك اكتر. فالفكرة كلها ان انت تزود من افكارك ومهاراتك في هذا المجال وبتاخد تدريب من مؤسسة عريقة زي الاو اي سي دي. تمام? عندك تخصصات كتيرة جدا. الزراعة والصروة السماكية. عندك التطوير. عندك الرقمنة. عندك الاقتصاد. التوظيف. اه السياحة. التجارة. التأمين. الاستثمار. الطاقة النووية. يعني تعتبر كل التخصصات موجودة. حتى لو انت ما عندكش خبرة في هذا التخصص او مش ده مجالك الاساسي اللي انت درسته مثلا او اللي انت بتدرس فيه حاليا مش مشكلة بتقدر تقدم طرعا انت مهتم بهذا التخصص. تمام كده? فدي التخصصات المتاحة. بالنسبة لمدة التدريب ده. تدريب ده هو لمدة تتراوح بين شهر وستة اشهر. يعني لازم يكون على الاقل شهر والماكسما ستة اشهر ولكن قابلة للتجديد. لمدة ستة اشهر اخرى لمدة تصل الى اثنى عشر شهرا. يعني ايه? يعني انت ممكن تقعد ستة شهور. بعد كده كمان لو هم شافوك شخص متميز وحابب انت يعني تاخد تدريب بشكل اوسع. وتحصل على اقامة اكتر في دولة فرنسا بتقدر يجددو لك ستة شهور كمان. بحد اخصى اتناشر شهر. تمام? وبيكون معدل التدريب ده اربعين ساعة لكل اسبوع. تمام? ده معدل التدريب. كمان المنظمة بتشجع المتدربين المحتملين على البقاءة لمدة ستة اشهر زي ما احنا قلنا من من اجل الحصول على افضل رؤية ممكنة للعمل مع دي. طيب دي مدة التدريب. طيب مواعيد التدريب ده. تستطيع تختار تاريخ التدريب على حسب رغبتك. تمام? يعني انت بتشوف عايز تبدأ امتى? وبتختار امتى المعاد المناسب? وده بيتم تحديد المعاد بينك وبينهم بعد لما بيتم قبولك. تمام كده? بالنسبة للتمويل. التمويل المقدم في المنحة دي انها تعطي ليك اول حاجة من المنحة دي. هتعطي ليك سبعمائة يورو شهريا عشان تغطي لك تكاليف المعيشة. تمام كده? يبقى انت الهيئة يعتبر زي وظيفة عمل كده وعقد عمل مع هذا التدريب. ان انت بتاخد التدريب وفي نفس الوقت انت بتشتغل مع المؤسسة بعقدة عمل تمام? آآ بتساعدهم في الامور آآ يعني او المجالات المهتمة بيها المؤسسة دي. آآ بتساعد في المشاركة في تنمية المؤسسة ايضا. وبيتدوك سبعمائة يورو شهرين. تمام كده? طيب كمان بيتم ارسال لك خطاب دعوة للسفر بسهولة الى فرنسا. يعني انت لما بتتقبل مع المؤسسة دي بيرسول ليك خطاب دعوة. خطاب الدعوة ده بيكون موضح في كل التفاصيل وانت بتروح للسفارة وبكل سهولة بتقدر تحصل على التأشيرة لان عندك خطاب دعوة من مؤسسة هناك في دولة فرنسا. بالاضافة ان الاقامة في فرنسا هتسمح ليك بدخول دول الشنغن الاخرى زي المانيا نمسا ايطاليا وغيرو بسهولة بدون تأشيرة. لان انت كده فرنسا بتعتبر من دول الشنغن وبتقدر تخش كل دول الشنغن بسهولة بدون التأشيرة. بالنسبة للغة التدريب عندنا ان التدريب ده يمكن اخذ التدريب اللغة الانجليزية او الفرنسية ولا اشترت وجود لغة. تمام? يعني مش مشروط منك شهادة لغة انجليزية والفرنسية. وتشوف انت اي اللغة اللي انت بتعرفها. وممكن تاخد فيها التدريب سواء لغة انجليزية او فرنسية. بالنسبة الاوراق المطلوبة ليسا هناك اوراق معقدة مطلوبة. عندك الاوراق انك تملى الخاص بالمنحة اللي احنا هنشوفه بعد شوية. وتكتب مقال خطاب الدافع. تمام كده? وتحط السيفي بتاعك. دي الاشياء المطلوبة. مش مطلوب بقى جواز صفر ومش مطلوب اه اشياء التخرج او كده. لا هي دي الاوراق المطلوب. بالنسبة لشروط التقديم ان يكون المتقدمين مسجلين حاليا في برنامج لدرجة البكالوريوس او الماجستير او الدكتورة. شروط المنحة دي ان انت حاليا لازم تكون بتدرس بكالوريوس او الماجستير او الدكتورة. مش تكون تخرجت. تمام? لازم حاليا تكون متسجل دلوقتي انك بتدرس او الماجستير او الدكتوراه. تمام كده? طيب عندنا كمان ملاحظة ان المنحة دي ليس بها حد اقصى للعمر. متاحة لجميع العمار. تاني حاجة المنحة دي لا تحتاج شارط اثبات لغة انجلسية وفرنسية زي ما احنا وضحنا. بالنسبة للتقديم للمنحة دي في تقديم اونلاين هنشوفه بعد شوية. بالنسبة لعملية الاختيار ان هو هيكون فيه مراجعة المتقدمين من قبل المنحة. هيتم بعد لما التقديم انتهي هيتم مراجعة المتقدمين. وبعد كده هيتم الاعلان عن المقبولين رسميا في صفحة المنحة. تمام? طيب. بالنسبة لاخر معايد للتقديم في المنحة دي. التقديم متاح طوال العام. والتقديم ده بينقسم الى دورات. والدورة الحالية بينتهي التقديم لها في سبتمبر 2021. تمام? المنحة دي متاح طوال العام بس بتنقسم لدورات. الدورة الحالية هينتهي لها التقديم في سبتمبر 2021. طيب. كمان ما تنسوش ان قناتنا قناة منح من كل الوان بتوفر خدمات اضافية زي اللي احنا بنوفر منح دراسية مضمونة القبول في دولة الصين مية في المية. آآ كمان خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة منح انت عايزها لو عايز تقدم من خلالنا على المنحة دي متاح. كمان خدمة تجهيز الاوراق وخدمة التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط استمار التواصل معنا للتقديم من خلالنا موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده وايضا رابط خدماتنا من هنا بتختار الخدمة اللي بتنسبك وبنتواصل معك وبنرتب معك كل شي. خلانا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحة دي لفيه كل التفاصيل. هتيجي تضغط على كلمة الاعلان الرسمي عشان يفتح معك كل تفاصيل المنحة دي زي ما انا وضحتها. طيب هزهر معنا دلوقتي ده الموقع الرسمي تمام تلاقي بشرح لك كل التفاصيل الدورات المتاحة آآ بيديك نبزة عن المنحة دي ازاي تملأ ليها كل حاجة متاحة هنا ديوريشن تاعتها والتمويل اللي انت هتاخده تقدر برضو تشوف الجزء ده كل حاجة موجودة هنا في الموقع الرسمي. طيب دلوقتي خلينا نروح نشوف كيفية التقديم بقى للمنحة دي هتيجي تضغط على كلمة تقدم الان دي عشان يفتح معك التقديم. التقديم هيفتح معك بهذا الشكل. طيب الشكل ده هو عبارة ان انت لازم تحط اليوزر نيم بتاعك وتحط الباسورد وتدخل الابليكيشن. طيب انا كمستخدم جديد ما عنديش وما عنديش باسورد. اروح اعمل ايه? لازم تروح تسجل الاكاونت الاول. تروح على كلمة نيو يوزر دي وتسجل اكاونت وبعد كده ترجع تاني تحط اليوزر نيم بتاعك والباسورد. فهنا انا هعمل اكاونت جديد احط يوزر نيم من عندي احط باسورد من عندي اكتب باسورد مرة تانية واحط الايميل بتاعي واعمل تأكيد للاميل بعدين اضغط على كلمة تمام? بعد كده بيكون الاكاونت بتاعي تفعل بارجع تاني لليوزر نيم اللي هو الجزئية اللوجين تمام? برجع لجزئية اللوجين هنا وبحط بقى اليوزر نيم. على المهم انت بترجع تاني لجزئية اللوجين وبتحط اليوزر نيم بتاعك وبتحط الباسورد وبعدين بتضغط على كلمة لوجين وبيدخل معك. تمام? كده? ده بعد لما بتعمل ريجستريشن. طيب دلوقتي اعملنا ريجستريشن ودخلنا على الاكاونت. بعد لما بتدخل للاكاونت بيزر معاك بهذا الشكل. ده بقى الابليكيشن من جوه والاكاونت بتاعك من جوه اللي انت لازم تبدأ تملك فيه. اول حاجة مطلوب منك هو معلوماتك الشخصية. بتحط بقى اسمك اسم العائلة الدولة اللي انت مقيم فيها حاليا المدينة اللي انت قاعد فيها رقم تليفونك. آآ بتحط بتاعك تمام? بتحط اللغة الاصلية بتاعتك اللي انت فيها واللغة اللي انت بتتكلمها اللغة العربية. آآ بتحط التخصصات اللي انت مهتم بها بحد اقصى آآ تلات تخصصات تمام? وبتحط المدة اللي انت عايز تقعد عايز تقعد شهر اتنين تلاتة او ستة شهور وبعد الستة شهور بتقدر تجد التاني ستة شهور مرة تانية تمام? وبتختار انت متاح من امتى ممكن انك آآ يعني تبدأ هذا التدريب. بتختار سمعت عن هذا التدريب من ايه? تمام? طيب بعد كده بتخش على الجزء اللي بعده. بعد بتخش على حاجة اسمها الكواليفيكيشنز. الكواليفيكيشنز دي هي الخلفية التعليمية بتاعتك تمام? آآ يعني انت دلوقتي بتدرس ايه? آآ تخرجت من ايه? مسلا اخر مرحلة دراسية وايفتي فيها? كل ده بتحطه هنا. فالاديوكيشنز هنا بتحط بقى انت بدأت من امتى? آآ بتنتهي امتى? آآ ايه نوع الشهادة اللي معاك? هاليا باكادريوس ماجيستير دكتوراتي بلوم? بتحدد انها الشهادة. بتختار بقى مسلا ممكن تحط لو انت مسلا مخلص من كزا آآ كلية او كزا مدرسة مسلا بتحط المدرسة الثانوية بتحط آآ مسلا البكالاريوس تحط الماجيستير انه معاك بتحط الدكتورات بتقدر تضيف كزا خانة. تمام? بالنسبة لخلفية التعليمية. بعد كده بنروح للوركيشنز الخلفية العملية بتاعتنا. لو آآ الشخص مسلا اشتغل شغل مدفوع الاجر او جير مدفوع الاجر طول فترة حياته بيقدر انه احطها. بتحط الوركيشنز اشتغلت في ايه? آآ اسم المكان اللي انت اشتغلت فيه. تمام? بتحط بقى خانات الوركيشنز دي. وبتقدر تضيف طبعا كزا مش واحدة بس بتقدر تضيف عدد لا نهية. تشوف انت مسلا اشتغلت آآ شغل ايه? او تدريب مدفوع الاجر ايه? وبتقدر تحطه. تمام? طيب بعد كده بتحط حيات اسمها الريفرانسز اللي هي خطابات التوصية. تمام? خطابات التوصية مطلوب اتنين خطابات توصية بشكل اونلاين. لازم انك تحط بيانات اتنين عشان يعملو لك التوصيات سواء بقى كان واستاذ جامعية عندك سواء شخص صاحب عمل بتقدر انك تحط آآ اتنين الميليموم. تمام كده? الماكسيموم تلاتة. ولو عايز كمان تتزود اكتر من ماكسيموم تلاتة مفيش مشكلة يعني هو الافضل مسلا تلاتة كويس. ويعني بيكون كده تمام يعني بيكون افضل. لان من الصعب انك تجيب اكتر من تلات اه توصيات. اه بعد كده بتروح لحاجة اسمها تمام? مهاراتك بقى اه بسألك بعض الاسئلة عن مهاراتك العامة. اه بسألك مسلا ميكروسوفت اه باور بوينت الميكروسوفت اكسل الميكروسوفت وورد بتعرف اه فيهم ولا لأ. بسألك بعض الاسئلة هنا بتحط بتاعك تكتب بشكل كويس. وبعدين تخش على الجزء اللي بعده الاخير وهو انك بتعمل بتاعك وبعدين بتعمل وبترسل تمام? فهنا انا خلاص مليت بتاعي. هعمل كل الحاجات اللي انا ما لقتها اسمي والمدة والتخصصات اللي انا حددتها كل حاجة بتلاقي هنا. دي المراجعة الاخيرة. بعدين بتضغط على كلمة ويبقى انت كده ارسلت بتاعك بنجاح للمنحة. تمام كده? يبقى احنا كده شرحنا كل تفاصيل منحة. الموضوع بسيط مش معقد. اه منحة ممتازة جدا اهم حاجة توفر فيها خطاب النية تجد تحط بتاعك وتحط التوصيات. اه تختار تخصصات متناسبة انت مهتم بيها. تشوف المدة المتاح عليك انك تبدأ فيها. كمان ما تنسوش خدماتنا الاضافية اللي احنا بنوفرها من احنا ضمنة القبول في الصين وخدمة التقديم بشكل احترافي وغيره من الخدمات. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والي يكون في هذه الفرصة. والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة